اشتركوا في القناة احفزتك فتكتشف ان لسانها اطول تطلعه لك اكتر واكتر واكتر الحقيقة جيم خرافي خرافي من كرواتيا توقعي الشخصي وانا بتفرج على الجيم ان البرازيل كلاعادة هيبقى الموضوع صعب لغاية ما تسجل الاول بس انا توقعت الاول ده مش هيتأخر عني 20-25 دقيقة لكن النهاردة كان صمود عظيم احنا كمان ممكن نتكلم فنان ان الموضوع كمان مش مجرد روح ورجولة وكذا وكذا يعني مثلا كرواتيا النهاردة البلان وهي بتضغط من قدام ان موضرت شوالي بلعب على كاسيميرو استغلالا ان كاسيميرو عنده مشكلة بالكرة دايما ما بيعملش سكاننج ما بيشوفش حواليه كاسيميرو لما بيستلم الكرة بيستلم بصدر مقفول مش بصدر مفتوح لو لعيد جايله من مجال خارج مجال رؤيته ما بيشوفوش موضرت شلعب عليه فساعتها تيتي امراضت عليها بلعبة اللي بيعملها زيدان زمان ام ساحب كاسيميرو لقدام لما كان زمان بيطلع كاسيميرو يخلي موضرت شوكروس يبنوا اللعب سحب كاسيميرو لقدام بس ما كانش يقدر ينزل باكيتا لانا باكيتا ممسوك بكوفا زيتش باردو فدخل دانيلو هو اللي يبني اللعب دانيلو مش هيبني اللعب بس واحد يستلم في المكان ده مع الوقت بدأت البرازيل تلعب كرة فبدأ الكروات يستغنوا عن فكرة انه يضغط في الامام وبدأ يقابل من نصف الملعب صعود الهجمة دايما بناء الهجمة عند الوفرين محاولة لاكتزاب فينيسس اغراء فينيسس للتقدم يتقدم فينيسس تلعب من فوقي ليورانوفيتش واحد من نجوم الجيم الباكرايت بتاع كرواتيا فيورانوفيتش يطلع بالكرة الناحية التانية الوينج ليفت مثبت دانيلو وكل العيب ممسوك بالعيب يورانوفيتش ياخد الكرة ويتحرك بها بطول الملعب كان عندهم طريقة لأكتر من شيء في البلدهب عندهم أكتر من طريقة في الضغط عندهم أكتر من الطريقة لكن حتى لما استقبلوا اللعب واستغنوا عن كل التفاصيل دي وقرروا ينزلوا يستقبلوا اللعب تحطوا في اختبارات صعبة جدا جدا ليورانوفيتش النهاردة هو رجل المباراة جوه الجيم قبل دربات الترجيح وشايل عدد كورات فرس كان عمالي عيد دوله النهاردة واحد اتنين خمسة ثلاثة خمسة خمسة على الكيتش مش فرص 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 حقيقية في المقابل اه لأن حتى لعيبة وسط الملعب العظماء اللي أنا شفتهم كان عظماء في جانب ومش عظماء في جانب تاني ما تزعلوش مني بما فيهم زيدان زيدان ما كانش بيدافع كويس زيدان ما قدرش يلعب 120 دقيقة ماتش زي النهاردة زيدان فنيا طبعا أعلى من مودريتش زيدان بالكورة طبعا أعلى من مودريتش بس أول راوندر بلاير بين كل الجوانب مودريتش غير عادي وأنا آسف إن أقولها دي حعاية أنا بقولها بس أعلى من تشافي أعلى من إنيستا أعلى ليه بوسط الملعب أنا شفته في حياتي النهاردة مودريتش في أوقات كتيرة جدا من الجيم مع الضغط البرازيلي كان هو الأوتلت أنت بتديله كورة وانت متطمن يقدر يتصرف فيها فأكتر من مرة مودريتش بتستلم الكورة لو سبتت اللحظة اللي استلم فيها الكورة وسألت عنده إيه يعمله طريبا ما عندهش حاجة أعماله بس دايما كان بيلاقي حل دايما كان بيلاقي تصرف كوفا زيتش النهاردة مش عايزين نقال للمندور وقدم جيم كبير جدا جدا والوجه اللي قدمته لنا كورواتيا في البطولة كفارديول اللعب اللي كان المقنع اللي بيلاعب بمسك هو وهو وليفاكوفيتش الحارس أعتقد دي وجوه جديدة قدمته لنا كورواتيا في البطولة مبارا ما كانش حد يتوقعها للأسف للأسف ضربة الترجيح الأخيرة كانت عنده ماركينوس أنا بحبه ماركينوس جدا 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 يعني بس هو دايما ماركينوس للأسف مقترن عندي بسيناريوات حزينة يخرج مع بي إي 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 جي الكورة محبتوش بقى وقت كتيرة جدا الكورة محبتوش كنت بقول لي فراسو احنا بنتفرج غالبا لو البرازيل صعدت أكيد أكيد أنتوني هلعب على رافينيا لكن ده مشهد احنا مش هنشوفه لأن البرازيل مصعدتش